طيب في شاب مصري جميل قوي راح يطلع فيزا للسويد فلما راح يطلع فيزا للسويد اكتشف انه مواطم مصري فعملوه كما لو كان مصريا بس هو مصري اصلا فرفضوه ليه بقى رفضوه لانه مصري خلونا نشوف كده البوست اللي مكتوب عن رفض سفارة السويد لهذا الشاب اغرب سبب رفض في التاريخ السبب اني مصري طيب انت فاتح سفارة في مصر ومكلف خطرك وتخلينا اقدم وتخلي البسبور عندك 11 يوم ليه البلد مش مستقرة فده سبب الرفض لان اكيد تاريخ السفر مش سبب انا اخر سنتين سفرت 18 سفرية باقي الورقة لللي حابب يقرأ انا قلت اقص المهم لكن الناس بتقول اني مفابرك الكلام هبعت اعتراض على القرار هيتحكم فيه في محكمة في السويد مكتوب اسمها ومكانها في الورقة وكان في الاعتراض عن الانصرية اللي شايفها في الرد وعدم منطقيته لاني مقدم كشفين حساب بيقولوا اني قادر اعمل الرحلة وبسبور في 75 ختم بيقول اني مسافر دائم ده ادم جونيور الحقيقة القصة مريبة جدا جدا تعالوا نشوف كده ايه النص بتاع الخطاب الصورة اللي طلعة ان انت مصري زي ما بيقول يعني وبالتالي احنا مش هنقدر والله نديلك الفيزا لان حضرتك بتنتمي يعني من الاخر حضرتك مواطم مصري والسويد لديها سياسات قاسية جدا في موضوع الفيزا لما بيتقدم لها مواطنين من جمهورية مصر العربية ليه بقى يا مؤمن؟ ليه بسبب الاقتصاد يعني الاقتصاد الفلاطايل اللي هو ايه يا جماعة حد يقولي والله في الاربيس لو سمحته اللي هو الهش يعني تقريبا الاقتصاد الهش ايوة الوضع الاقتصادي الهش في مصر والريزنج انفليشن الارتفاع التضخم وزيادة اسعار الاكل فبالتالي حضرتك احنا خايفين انك تيجي تعمل عندنا لجوء او تيجي تهرب او تيجي تعمل اي حاجة لان حضرتك مواطن مصري وانت الاقتصاد عندك وحش انا الحقيقة مش عارف الاعلام المصري هيطلع يقول طبعا دي عنصرية انا متفق مع الراجل يعني متفق مع ادم في الاجراء اللي هياخده ولازم يتحرك في محكمة سويدية ده معاه كامل الحق واحنا داعمين جدا ليه وهنفضل متابعين القضية بس انا الحقيقة لان ده اجراء عنصري من السفارة السويدية في القاهرة قولا واحدا يعني من غير اي مواربة الحقيقة فيش حاجة اسمها اصل انت مواطن مصري فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها اصل انت مواطن مصري ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة ما بتترفضش عشان الجنسية بتاعتك بترفض عشان مثلا كشف الحساب بتاعك مش كافي الظروف المش عارف ايه ما قدمتش ورق كفاية قلت مثلا ان انت ما عندكش صحاب في البلد اللي انت رايحها وبعدين طلع عندك صحاب هناك كذبت مثلا عملت تحايل في حاجة انما لا انتوا جايين ده ايه العنصرية الفجة اللي حصلة في سفارة السويد في مصر دي لكن النقطة الحقيقة اللي انا بهديها لحضيرة الدواجن في مدينة الانتاج الاعلامي انه الوضع الاقتصادي الهاش في مصر والتضخم المرتفع وزيادة الاسعار يا جماعة الخير السويد شايفة ان انتوا دولة بعافية شوية السويد شايفة ان النظام المصري تعبان شوية ان الوضع الاقتصادي منهار شوية انه فيه زيادة في اسعار الاكل وانه كمان التضخم بيزيد فيهاي مواطن مصري بيدفع تمن فشل النظام انه بيترفض من سفارة سويدية بتتعامل بعنصرية بالشكل ده بس انا لو من النظام المصري هدرس التلات اسباب دول الورقة دي لازم تتحط على مكتب الراجل اللي بيدير البلد دلوقت سواء هو فاشل او مش فاشل لازم الورقة دي قرار الرفض ده يتحطه قدامه ويقعد جنبه كده اللي الناس اللي بتقعد جنبه هو بيقول لك الوضع الاقتصادي الهش وبيقول لك ارتفاع اسعار الاكل وبيقول لك كمان ارتفاع التضخم احنا لازم نطلع رد رسمي الخارجية المصرية لازم ترد على السفارة السويدية لان ده تعدي على السيادة المصرية لان ده نشر اخبار كاذبة احنا اقتصادنا بخير احنا واقفين على رجلينا احنا عندنا الرئيس الفتاح السيسي عمل لنا اجراءات اصلاح اقتصادي عظيمة احنا عندنا جمهورية جديدة وبالتالي السويد لما تيجي ترفض فيزيت واحد مصري لازم تقوله انت عندك اي سبب تاني لكن اهلا وسهلا بيك لان انت ابن الجمهورية الجديدة بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده المفروض الخارجية المصرية تعمله لازم تتكلم ان احنا ما عندنا ارتفاع في اسعار الاكل بطلوا نشر اخبار كاذبة لازم الخارجية المصرية ترفع قضية لازم سمير صبري وطار اسمه ايه بتوع البلاغات اللي بيعملوها يروحوا جاري على النايب العام يقدموا بلاغ في السفارة السويدية في القاهرة لنشر اخبار كاذبة وتشويه سمعة مصر وخفض الروح المعنوية لافراد القوات المسلحة والله لازم والله انتوا فوقتوني انا صوتي ما كانش طالع من اول الحلقة بس يعني فعلا والله دي حاجة الواحد يعني لازم ييجي على نفسه عشانها الخارجية المصرية لازم تتحرك دي مصر يا جماعة دي صورة مصر الناس دول بيقولوا عندنا تضخم زايد ايه الكلام الفارغ ده احنا اقتصادنا بخير مصر بخير عفتاح السيسي يأكد لبايدن ان مصر بخير اللي السويد بتعمله ده ان مصر مش بخير لا ده ما يصح الشجماعة خالص كده فلو سمحته لو سمحته سيادة الوزير سامح شكري ارجوك بعد اذنك اتحرك سريعا الحفاظ على صورة مصر تعالوا نشوف تويتر قال ايه على موضوع رفض الفيزا بتاعة الشاب المصري لانه مواطن مصري حد بيقول ده جزء من جواب رفض الفيزة سياحة من سفارة السويد لمواطن مصري المفروض نرفع عليهم قضية عنصرية دي نونة غوب طبعا معك حق تغريدة تانية من دارك دي بيقول العب مش في السفارة العب في النظام اللي رئيسه بيطلع اقول احنا فقراء قوي فمن الطبيعي ان ايه سفارة تعمل كده اكيد هتدي فيزة لشخص من بلد فقيرة قوي بيعترف نظامها ليه نقف هنا شوية يا جماعة وقفوا لنا التغريدة دي وخلوها على الشاشة اه اللي الراجل ده بيقوله صح اللي الاخ دارك ده بيقوله صح مليون في المية لما يطلع رئيس الدولة يقول احنا فقراء قوي وما حدش يقول لك ان احنا فقراء انا ما عنديش تعليم وما عنديش كذا فاي حد بيقدم فيزة لدولة اوروبية هو محتمل طالب لجوء يعني ايه محتمل طالب لجوء يعني الراجل ده هيجي اول ما يوصل المطار هيقول لي عندك انا لاجئ يا اما اقتصادي يا اما سياسي وفي الغالب هيخافوا من اللاجئ الاقتصادي لان اللاجئ السياسي احيانا بيبقى معه فلوس فبيعيش على حسابه شوية انما اللاجئ الاقتصادي هيجي يقول له بس سنفع ارضك اصرف علي وسكنني واكّلني لان انا جاي لك من بلد فقيرة اوي بقولة عبدالفتاح السيسي رئيس النظام تغريدة كمان من زا ايميجرانت بيقول حقهم يعملوا اكتر من كده الصراحة لان حكومتنا اللي رخصتنا قرن المواطن المصري بالخليجي شوفي كمان فترة صلاحات الفيزا المصري للفيزا للمصري والخليجي عندك الباسبور الاماراتي مش محتاج فيزا عشان يروح اوروبا لانه مش محتاج انه يكسر فيزا او يهرب بناك لانه مرتاح في بلده ده نفس القصة برضو هنقف عندها شوية انا الباسبور المصري بتاعي ايه قمته الباسبور المصري بيدخلني كم دولة الباسبور المصري قوته قد ايه الباسبور المصري بينهبب بيه ايه بندخل بيه دول شكلها ايه بيدخلنا كم دولة اوروبية من غير فيز واحدة اتنين تلاتة ولا صفر انا اخر حاجة عرفها انه كان بيدخلنا غانا والاردن تسعين يوم معرفش الحالة لو بيدخلنا دول اوروبية مش عارف جورجيا يمكن ولا ايه مش عارف بس ممكن يعني انما طبعا فرنسا ولا انجلترا ولا السويد ولا اي حتة هتبقى عايز تقدم على فيزا هل الاماراتي لما بيقدم على فيزا بيكتب له انت مواطن اماراتي عندك تضخم وعندك ارتفاع اصعار وانت فقر اوي ولا بتقال له اهلا وسهلا ده انت جاي لنا من دبي الطهرة من عند برج خليفة فانت اكيد راجل غاني وانظامك غاني وبلد غنية اللي جاب الراجل الطيب اللي كتب التغريدة دي كتبها لكم نشوف تغريدة كمان عبدالعزيز مجاهد الزميل العزيز في شبكة الجزيرة كتب مواطن مصري تقدم بطلب تأشيرة للسويد من صفرتها في القاهرة تم رفض منح التأشيرة وهذا كان مبرر السفارة انت مصري السويد لديها سياسة تأشيرة صارمة للغاية عندما يتعلق الامر بالمواطنين المصريين ذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتقلب مع ارتفاع التضخم وارتفاع اصعار الغذاء في مصر عبدالعزيز ناشر ترجمة الرفض تغريدة كمان اسراء بتقول السويد بايت ما بتقبلش اي تأشيرة لحد مصري بحجة ان احوال البلد متقلبة برافو يا مصر والله او برافو على مصر والله اخر تغريدة معانا لمين للاكاونت دا بيقول دا جزء من رد سفارة السويد على مواطن مصري يرغط في تأشيرة سياحة للسويد تخيل وضعنا والتعنت ونظرة العالم لينا يا ترى مين المسؤول الحقيقة الخبر اللي جاي هو متعلق بالقصة اللي احنا بنحكيها فمش هطلع فصل وارجعلكو انا هكمل لانه احنا عندنا دلوقتي مشهدين شوف يا اخي والله ترتيبة فريل اعداد لطيفة جدا للحلقة يعني يعني بنوها صح مع بعض احنا عندنا السويد بترفض مواطن مصري مقدم على فيزا بكشف حساب ببنك بكل حاجة رسمي عايز يطلع يتفسح ان راجل معاه فلوس فبيترفض من السويد ليه؟ لانه مصري جاي من بلد اقتصادها واقع جاي من بلد فقير قوي عندها تدخم زايد عندها ارتفاع اسعار اتفاع اسعار